في مشاهد لم يألفها البشار إلا في السينما لكنها باتت حقيقة محفوفة بالخوف في مطار كابل مثار حديث العالم الفرار والهروب ومشهد رهيب حينما امتلأ الطائرة الأمريكية فوق طاقتها بالركاب لتسجل رقما قياسيا في نقل أكثر من ستمائة وأربعين شخصا مع عائلاتهم هروبا من الخوف الطائرة الأمريكية طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي مخصصة فقط لنقل مائة وخمسين مظليا لكنها حملت ستمائة وأربعين أفغانيا مع أسرهم بحسب موقع ديفينس وان بوينغ سي سبعة عشر طائرة شحن ضخمة تشغلها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود يظهر برنامج تتبع الرحلات أن الطائرة تنتمي إلى الجناح الجوي رقم أربعمائة وستة وثلاثين الموجود في قاعة دوفر الجوية وكأن الصورة في متداول النشطة أوحت إلى نفير من أفغانستان نحو حياة وبلاد وأرض جديدة لكن نجح كابتن الرحلة النادرة في الوصول بسلام بعد صدمة المراقب الجوي عند معرفة العدد الضخم الذي حملته بوينغ سي سبعة عشر الشخص 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 شكرا